اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين انتهينا من مفردات البسملة بسم الله الرحمن الرحيم قلنا أنها أربع مفردات زائداً الباء الرابط أو حرف الجر بقي علينا في الكلام موضوع الرحمن والرحيم في الدرس السابق استعجلنا في نهايته لضيق الوقت فاقتضى أن نقف على المعنيين الواردين في معنى الرحمن ومعنى الرحيم قلنا أن الرحمن صيغة مبالغة ورحمة الله سبحانه وتعالى تشمل وتسع الوجود ربنا وسعت كل شيء رحمة ونخاطب الباري جل وعلا بالدعاء اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء هذا مقتضى الرحمانية المبالغة في رحمة الله سبحانه وتعالى حتى أنها وسعت كل شيء أساساً قلنا أن الرحمة هي رقة القلب وعطفه على غيره لكن هذا المعنى لا يمكن أن نقبل في وصف الله سبحانه وتعالى ممكن الإحسان ممكن قلنا ولكن الرقة الرقة شيء يوافق الإنسان ولا يمكن أن نصف به الله سبحانه وتعالى لأن الله ليس كمثله شيء فالرحمة هذه الواسعة الشاملة التي تشمل قيل أنها تشمل المؤمن وتشمل الكافر المؤمن يعيش رحمة الله سبحانه وتعالى وعناية الله سبحانه وتعالى ورزق الله سبحانه وتعالى كذلك الكافر الكافر الذي يجحد وجود الله سبحانه وتعالى ولا يعترف بوجود الله الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالعافية ويعطيه من الخير ويمده بالخيرات وينعم بنعم الله سبحانه وتعالى على الرغم من أنه مثلاً كافر أو قيل أن الرحمن هذه الرحمة الواسعة الشاملة تشمل الدنيا والآخرة نحن بحاجة إلى رحمة الله ورضوانه ورزقه في الدنيا كذلك في الآخرة في الآخرة عندنا في الروايات وهي مطولة وكثيرة فأن الله سبحانه وتعالى ينشر رحمته يوم القيامة إلى درجة أن إبليس يطمع في رحمته يوم القيامة وهو الملعون الملعون يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى بقرار إلهي اقتضى أن يلعن يعني يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى إبليس يوم القيامة من يشوف شلون آثار الرحمة على المخلوقات على البشر يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى زين فهذا الأمر اللي هو الشمول يشمل الدنيا والآخرة يشمل المؤمن والكافر ينعكس كذلك شوفوا الرحمة الرحمة من المفردات العامة وهي كما أنها الرحمن الرحيم كما أنها موجودة بالبسملة موجودة بالفاتحة يعني هذه الآن إحنا جايين نتكلم عن مفردتين في البسملة وآية من الفاتحة الرحمن الرحيم الرحمة من الصفات التي تندرج تحتها صفات أخرى عامة تتصل بها مثل الرزق مثل الهداية الله سبحانه وتعالى يرزق الجميع مؤمنا كان أو كافرا في الدنيا أو الآخرة كما أن الله سبحانه وتعالى هدايته تشمل الجميع زين الآن قلنا أن رحمته تشمل الجميع كل المخلوقات بشر وغير بشر نتحدث عن الشمول عندنا إحنا نص من نصوص الأدعية يا مدركة دودة العمياء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يقول هكذا يحكى أو يروى بأن هناك سلحفات تأخذ حبة من بذرة تأخذها تجوب فيها مسافة بالغابة أو بالصحراء إلى أن تصل إلى ضفاف بحر على ضفاف البحر يطلع ضفدع يتناول منها من فمها تلك الحبة ثم يغوص الضفدع في أعماق البحار يجوب الأعماق يصل إلى صخرة صماء فيها فتحة فيها دودة عمياء في كل يوم الله سبحانه وتعالى قد ضمن لها رزقها عن طريق هذه السلسلة من الخدم يا مدركة دودة العمياء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء هذا مثال لشمول رحمته سبحانه وتعالى الرحمن قلنا صيغة مبالغة تعني الشمول أما الرحيم أيضاً صيغة مبالغة ولكنها تعني الخصوص زين لله رحمة عامة وله رحمة خاصة وبعد الخصوص أيضاً أكو خصوص زين الله سبحانه وتعالى يخص كما يقول وكان بالمؤمنين رحيما شوف لما يتكلم عن المؤمنين هو رحمن بالجميع لكن لما يتكلم عن المؤمنين يقول وكان بالمؤمنين رحيما ويقول يختص برحمته من يشاء في سورة آل عمران إذن لما أنت تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى أو الرزق من الله سبحانه وتعالى أو الرحمة من الله سبحانه وتعالى هذه عطايا خاصة بالمؤمنين لما أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تطلب هداية من نوع خاص لأن الكون كله ترى يعيش هداية هداية تكوينية النحلة الله سبحانه وتعالى هداها طريقها تعرف تعرف عندها معرفة ذاتية في نفسها كيف تعيش ولا تتطور زين أما الإنسان اللي يحتاج إلى رحمة خاصة ورزق خاص وهداية خاصة الله سبحانه وتعالى يخص بها المؤمن لأنه يحتاج عناية خاصة طبعا أهل البيت هنا هم مظهر عناية الله سبحانه وتعالى ولطفه ومظهر رزق الله وهدايته لهذا أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الهداية اللي تطلبها هو صراط الحق الذي له صفة شنو صفاته صراط الذين أنعمت عليهم لما نصب أمير المؤمنين نصب أمير المؤمنين في الغدير أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم شنو نعمتي هنا تقول صراط الذين أنعمت عليهم ثم تبتعد عن مواطن غضب الله سبحانه وتعالى تقول غير المغضوب عليهم ابعدني عن هؤلاء الذين غضبت عليهم فلطفهم شوف لطف أهل البيت لطف يمثل لطف الله لأنه مظهر لأنهم عليهم السلام مظهر لطفه وعنايته لهذا أيضا لطفهم مرات يكون شامل عام زين الآن من يجحد الإمام المهدي عليه السلام ومن يؤمن به يعيش ببركاته نقول احنا في الزيارة بيمنه رزق الوراء العالم كله مرزوق بعناية الإمام صاحب الأمر عليه السلام حتى هذاك الناصب اللي يجحد الإمام حتى اللي ينكر وجود الإمام عليه السلام الإمام يفيض بالخير مثل ما كانوا هم في حياتهم واليوم يوم مبارك جدا يوم عظيم وهو يوم مولد الإمام الحسن سلام الله عليه الإمام الحسن ما عندنا رواية أن كان يخص المؤمنين فقط أصحاب بالعطايا لما يجون لا أي واحد يقصد الإمام الحسن كان فضله إذا يصح التعبير الآن كان فضله وعطاؤه ونواله رحماني زين شامل لكن أهل البيت عليه السلام أيضا لهم عناية خاصة بشيعتهم بالمؤمنين يقولون في رواية لطيفة أن الإمام الصادق عليه السلام كان يطلع بالليل يوزع كعك وخبز وطعام يشيله بنفسه يوديه للصفة الصفة ما كان يجلس فيه فقراء المدينة وكذا فكان الإمام الصادق كل الليل بالليل يطلع حتى الفقير من يقعد من النوم لصلاة الفجر يشوف طعام موجود عنده يضمن طعام فواحد مراقب الإمام الصادق عليه السلام شوف أنا قاعد أتكلم عن العناية الخاصة اللي تخصكم أنتو قال سيدي ابن رسول الله هؤلاء اللي أنت تسوي معاهم هذا العمل أيعرفون وجه الحق يعني يدرون أنك إمام ويعرفون إمامة أهل البيت فقال عليه السلام شوف هذه العطاء والرحمة والرزق والهداية الشاملة الرحمانية قال قال الإمام لو كانوا يعرفون وجه الحق لو سيناهم على الدقة الدقة اللي هو ملح الطعام يقول له هذول موالين لنا أقسم الملح بيني وبينهم الملح اللي بيتي زين عليهم لهم علي حق أنه أقسم الملح بيني وبينهم هذا المقصود بالعناية الخاصة وقد تحدثنا عنها في الخطب كيف أنا عندك يقول للإمام الصادق عليه السلام أو للإمام الرضا يقول الإمام الإمام عليه السلام يعطي هذا العطاء الخاص لهذا إحنا مشمولين بدعاء الأئمة سلام الله عليهم الخاص لنا أكو أدعية وعناية وفيض يشمل الجميع كل المخلوقات كل الوجود مو إحنا نقول حافظين الرواية لو لا الحجة لشنو لساخة الأرض بأهله كل الوجود كله محتاج إلى الإمام عليه السلام الله نصب قطب للوجود لكن الإمام عنده نظرة رحيمية خاصة غير ذيك الرحمة الرحمانية الشاملة بشيعته لهذا المرحوم المجلسي أدركني الوقت المرحوم المجلسي رحمة الله عليه في بحاره يروي عن السيدة بن طاوس دعاء هكذا يروى يعني دعاء يقول رؤية صاحب الأمر عليه السلام في سرداب الغيبة يبكي بلل التراب بدموع عينه شنو دعاءه يقول دعاء اللهم إن نشيعتنا منا شوفوا هذا دعاء خاص ورحمة ورحمة خاصة اللهم إن شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا عجنوا بماء محبتنا اللهم إن بينك وبينهم ذنوبا قد ارتكبوها اتكالا على شفاعتنا فهبها لنا يا أرحم الراحمين هذا مثال للرحمة الخاصة والعناية الخاصة والرزق الخاص الذي ننعم به من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ونفخر بالانتساب لهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار